استأنف وفداء الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان الأحد مفاوضاتهما في الموصل لحل النزاع حول تسليم المناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدودية للقوات الاتحادية بدلا من البيش مرقا رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية أكد للحرة أن أغلب القضايا العالقة جرى الاتفاق عليها مع المسؤولين الكرد فيما بقى الخلاف حول منفذي فيشخابور وابراهيم الخليل الحدوديين مشيرا إلى احتمال تمديد المهلة إلى يوم غد الاثنين مفاوضات مستمرة جارية ولحد هذا اليوم هناك جلسة أغلب هذه المشاكل تم حلها بعد أن فرضت بعد أن تم نشر القطعات العسكرية وفي أغلب المناطق المتنازع عليها لم يبقى إلا فقرة بسيطة وهي قضية فيشخابور ومنفذ إبراهيم الخليل باحتبار أن هذا المنفذ لفترة طويلة كانوا سيطر علي الأكراد مع هذا الحكومة مصر على أن يكون هذا المنفذ تحت سيطرة الحكومة المركزية لأنه المنافذ والمطارات وخصوصا الخارجية كلها تابع الحكومة المركزية قريبا جدا اليوم أو بعد غدا سيتم الاتفاق إن شاء الله وبسبب صعوبة حسم ما تبقى من مناطق يعتبرها أقليم كردستان أنها حيوية فقد تستمر المفاوضات الثنائية لعدة أيام وفق تقديرات مراقبين للملاف ربما تتمدد إلى خمسة أيام أو ستة أيام لأن هذه المسافة كبيرة جدا أكثر من 120 كيلومتر تحتاج إلى إعادة انسحاب قوات البيشمرقة وأن يحل محلهم القوات الاتحادية موضوع المعابر والمنافذ ربما يأخذ وقت أطول من ذلك فيما توقع آخرون أن محاولة الوفد الكردي لكسب الوقت لصالحه سيقابلها إصرار من الحكومة الاتحادية على بصل سلطتها في المناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدودية حتى ونضطرت إلى كسر الهدنة وإيقاف المفاوضات منفذ فيش خابر هذا المنفذ يعتبره مهم جدا لأنه واقع في نقطة المثلث العراقي السوري التركي هذا المنفذ أيضا تركيا أكدت عليه أنه يبنون طريق بيه بلطون طريق مسافة 60 كيلومتر العراق السوري الدولة العراقية ستكون مهتمة جدا بهذا المنفذ لكي لا تدع الغير أن يتحكم بها لكي لا تدع الإقليم يتحكم بها فهذا المنفذ ستسير مننا كل التجارة العراقية وأيضا التجارة الأخرى بالنسبة يعني يسحبون البساط من منفذ إبراهيم الخليل وكان وفد الحكومة الاتحادية قد أمهل الوفد الكردي أربع ساعات للعودة إلى قياداته في إقليم كردستان وبيان رأيها بموقف بغداد في نشر قواتها الاتحادية وفق الحدود الإدارية لعام 2003 محمود فواد الحرة بغداد